بص لماذا فاز الكابتن محمود الخطيب كأبد الرئيس نادي مش لأنه هذا اللعب الموهوب العظيم ولهذا دمس الخلق فقط ده جزء جزء من الانطباع أو من القيمة اللي بتترسخ في زهن الناس اللي بتتابع الوسط الرياضي والكورو ولكن التحياء التحديات التي وجهها الكابتن سيبك من تحمله التجاوزات والبزاقات ولكن علاج الأزمات يا أستاذ إبراهيم عالج كل أزمة وكان الكل يراهن على أنها أزمة ستؤدي إلى خسائر ليخرج منها فائزا ومحقق المكاسب إذن بالمعيار الموضوعي للمفهوم النجاح الإداري الكابتن محمود الخطيب بجدارة وببعيد هو أفضل رئيس نادي في مصر بعدد البطولات حتى أرقام النمو والاقتصادي في الميزانية بمواجهة هذه الأزمات بحيطة إدارية كبيرة جدا بثورة الإنشاءات الكبيرة بالتوسع الرأسي والأفقي في مقرات النادي الآلي بالقبض بيدي من حديد على القيمة والمبدأ أعتقد كلها حيثيات اختيار محمود الخطيب أفضل رئيس نادي في 2019 ويا رب في 2020 وفي كل السنوات اللي جاية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر